في حياة جديدة عم تستنعك حبيبي حياة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى في تغير على جميع الأصعادة لكن كله في سبب واحد وإكأنه في حياة جديدة زواج ممكن يكون السفر اللي طلع معانا من قبل ممكن تسافر مع شريك مستقبلي هو يكون في بلد تاني أو ممكن تسافروا بعد الزواج في سفر يعني البعض منكم ما رح يكون يعني يستقر بعد الزواج في البلد نفسه رح يكون في سفر رح تسافر يمكن الشريك المستقبلي أو الجاي في حياتك وهو كتير أنت قريب من هاي المرحلة عم يتقرب منها شوي شوي طاقتك عم تزيد السرطان يعني بكل الورق كنت في طاقة سيئة وعم بتغير من تفكيرك عم بتغير من العادات اللي أنت كنت متمسك فيها عادات سيئة أو أفكار سيئة أو طريق التفكير سيئة أو ممكن إدمان معين عم تطلع منه عم تكون الفرصة كتير كبيرة في هاي الفترة أنك تطلع من هذا السم أو ممكن يكون الإدمان اللي أنت كنت فيه طبعا الإدمان مش يعني إدمان اللي هو ممكن يكون على كتير شغلات مش بس الإدمان بيكون تدخين مخدرات هاي الشغلات لا ممكن يكون تفكير بطريقة معينة تعود عليها عقلك الباطن لدرجة إنها بسيطر عليك بطريقة مش طبيعية كانت الآن عم بتحاول أو أنت فعلا تركت هذا النوع من التفكير ممكن إدمان على الأكل إدمان على كذا كان موجود عندك والآن عم بتغير بالفترة الماضية كنت تشتري كتير أشياء بلا طعمة يعني مش محتاجها لكن عم بشوفك عم هاي الفترة عم تتعامل مع الفلوس بحذر وهذا إشي كتير حلو الحظ ما عم يلعب هداك الدور في الفترة الجاي لازم تبذل جهد شوي تندمج أكتر في الأجواء اللي حواليك تترك العزلة اللي أنت كنت فيها عم تنسى عم بشوفك خلاص يعني ولك إنه صار إشي معك عم تدهى حياة جديدة طاقات أكتر إشي عم تكون هوائية ممكن تكون مائية برضو أبراج ترابية ممكن عذراء ممكن جدي لبرج السرطان ممكن تور حتى مبين كما بس أكتر إشي الهوائية فممكن يكون من برج هوائي هذا الشخص الجديد على فكرة أنت سمعت عنه أو يمكن ما شفته أو بس سمعت عنه أو تعرف عنه شغلات يعني هو مش شخص جديد مية بالمية ممكن يكون قريب إليك أو بالشغل قريب منك لكن هو مش جديد مية بالمية هذا الشخص ممكن تكون عارفه من قبل ممكن يكون من القديم جاي من من الفترة الأديمة كان موجود في حياتك تركته وممكن ترجعه من طاقة هوائية عم بيكون أكتر إشي إذن في حياة جديدة للعزاب عم تسناهم فكونوا يعني مبسوطين وسعيدين إن شاء الله الخير في الطريق خلينا نشوف للأزواج وللناس المرتبطين اللي هما مع بعض مش تاركين مش منفصلين للأشخاص الغير منفصلين إن شاء الله كمان الورق يكون حلو زي العزاب بالنسبة للأزواج في نوع من البعد بناتكم رح يصير بناءً عليك أنت أو الطرف الثاني بده يبعد شوي لكن مش طلاء للأزواج لا ما في وراء الطلاء أو شي بيدل على الطلاء أو الانفصال لكن في نوع من البعد بس أنتوا لحالكم في هاي مش يمبين عندي علاقة ثلاثية أو حتى لو كان في علاقة ثلاثية ما إلى تأثير ما ظهرت أبدا في الورق في شوية مشاكل بس مع الأولاد فيه ولد عم بيغلبك من أولادك فيه مبين حمل حتى عم تتسرع الأمور عم تفكر بالاسم من أول يعني كنت استناها من فترة طويلة ومسمى الاسم وعامل اللي هو جو للمولود الجديد بتخيل كنتم خطط هذا الموضوع للحمل في هذا التوقيت حبابي إذن الأزواج ما في شي بخوف لكن فيه شوية طاقة بعد بينك وبين الحبيب لكن مش عن مشاكل كبيرة لكن فيه طاقة ملل بناتك وأوم عم بتحاولوا تجددوا الحب عن طريق البعد ثم المصالحة ثم يعني هيك عم بيبين إنه عم بتحاول تغيروا في العلاقة عم بتحسوا بالملل يمكن من إزعاج البيت إزعاج الأولاد الطرف الثاني عم بيكون كتير منزعج من البيت عم يهرب لأجواء ثانية إما مع الأصدقاء أو بالشغل عم بيلهي حاله طبعا القراءة ممكن تكون عكسية بس الحب موجود الحب موجود بشكل كبير وكأنه هدول الأشخاص يعني أخذوا بعض أساساً عن حب عم تتغلب العاطفة أكتر بشهر تموز على المنطق بتفكيرك عم تكون كتير عاطفي عم تحسب الأمور أكتر العاطفية خلينا نشوف الأشخاص المرتبطين اللي مش متزوجين مبين أنه في مشاكل عم تنتهي في أصر عم يستناك أو بس هو بعيد شوي خلينا نكون صادقين هو بعيد شوي عم تتحرك أحياناً الأمور عكس ما أنت بدك إياها بشهر تموز لكن حلو أنك عم تخلص من مسؤوليات عم تخلصوا من شوي التراكمات بناتكم ولكن الطريق عم تكون طويلة خلينا نشوف إذا فيه احتمالية الزواج هذا الشخص جرحك جرحك هذا الشخص وهاي الشغلة مأسرة عليك وعم تسيطر عليك هاي الفكرة كثيرة ما عم تنسى قد ما الطرف الثاني عم بيحاول أنه نسيك هذا الموضوع ما عم تنسى أنت بالفترة الجاي كثير عم بتفكر بسلبية نوعاً ما تجاه العلاقة عم يعني إذا كنت بفكر حالك أنه أنت على أرض صلبة لكن الآن فيه أمور عم تحدث أنا شايفة فيه مشاكل فيه الموضوع لكن ما فيه انفصال مش مبين أنه فيه انفصال لكن التنين أنتو عم بتكونوا حذرين في هاي العلاقة ما عم تكونوا قريبين كتير من بعد ما عم تخبروا بعد كل إشي بيصير معاكم فيه غموض عم تخلقوا أو الطرف الثاني عم يخلقوا أو ممكن تناناتكم يعني راح تكونوا مشكال جيين بالفترة الجاي يتميلوا أكتر للمشاكل أو للمشاكل بتكونوا منفعلين خلص إنه بس شوف يعني بالأخير فيه نهاية فيه فيه ممكن يكون فيه ارتباط ارتباط وأولاد وبيت فيه كتير احتمال إنه تجتمهم حتى تشوف يعني كمان هذا الكرت كتير رواه هذا الشخص ممكن يكون مائي أكتر إشي مبين عندي للمتزوجين ما ذكرنا الناري بيغلب وممكن مائي برضو إذن فيه شوية مشاكل عند المرتبطين لكن فيه مستقبل حلو لهاي العلاقة وكأنها عم صفوا حساباتكم مع بعض وتبدو صفحة جديدة على بياض خلينا نشوف للمنفصلين إذا حبايبي اللي عم يستنوا قلهم فترة طويلة طبعا أنا ما عم بحكي عن فترة سنين للناس اللي تاركين مثلا أقل من سنة أو سنة وشوي مش يعني اللي هي سنين لا أو أشهر أو أسابيع اللي هي فترة مش كتير طويلة إذن برج السرطان شو مستني؟ شوف أول أول كرت اللي هي الطاقة الأديمة اللي كانت موجودة كلها كروت بالدل على عزاب كان في أطراف داخلين في الموضوع كانوا يغلبوك بالفترة الماضية أو كانوا يأثروا على الشريك بطريقة من الترك هدو الأشخاص ممكن يكونوا علاقة ثلاثية وممكن يكون شخص آخر من الأهل أو الأقارب أو كذا ما كان عم يكون في أبدا استقرار في العلاقة اللي بناتهم ما كنتوا أساسا على وفاق لما كنتوا مع بعض أبدا ما كان في تفاهم كان في خوف من جهتك ناحية الشريك حتى وإنتوا كنتوا مع بعض بالفترة الماضية بالفترة الحالية عم بشوف شوي التأخير في موضوع الرجوع يمكن من عندك أنت أو من عنده لكن في فكرة جديدة في خبرية رح توصلك تطمنك في إشي إيجابي لكن أنا بحكي لك ما تغلب الأوهام كون كتير حكيم عم بشوفك حابب تطلع من هاي العلاقة أو تنسى خلص موضوع الشريك الآخر لكن الطرف الآخر لكن لا مش نبين عندي أنه رح يستمر هاي الطاقة عندكم رح يكون في مبادرة حلوة هيك بطريقة جديدة ما كنت أنت متوقعها أو متصورها رح يكون في من بعد هذا التأخير ومن بعد العزلة أنت عزلت عن كتير ناس الفترة الأخيرة بسبب علاقتك العاطفية لكن عم توصلك بشاير وأشياء حلوة عن الموضوع لكن رجوع كرجوع رح يكون في بوادر أو في بداية لحل الأمور بناتكم لكن الرجوع ما رح يكون بالأسابيع الأولى من شهر تموز ممكن يكون في نهاية الشهر لبرج السرطان لكن فيه 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 أخبار حلوة عم توصل عن الشريك أما ترك العلاقة الثلاثية اللي أنت فيها أو هو كان فيها القراءة ممكن تحقون عكسية أو إنه شي تاني ممكن يوصلك من الشريك وعم يفرحك إذا انطاقت البعد والإنعزال عم تنتهي بينك وبين الشريك حبايبي المنفصلين والمتبسكين في الطرف الآخر عم بيفكر فيك حبيبي فكون متضمن رح نشوف مصائح من الكون أو منطقة الكونية شو ممكن تكون هاي المصائح نحن ممكن نكون محتاجينها بهاي الفترة لحتى نعرف ايش مستنينا أو الطريقة اللي لازم نفكر فيها نصائح ممكن تكون من أنواع كتير يعني مش برج السرطان عم بيبشرك بالخير بس عم بيحكي لك اترك اترك ادمان معين أو فكرة معينة انت كنت متشبث فيها فكرة سلبية ابعد عن التشاؤم في خير بالطريق ما تضلك عم تلف على يعني عم تبلش يومك وكأنه بتشاؤم وتنهيب بتشاؤم فعم يحكي لك كون متفائل كون محب للحياة لانها هي رح تحبك في في كرت حلو عم بيحكي لك بالفترة الجاي تهدى شوي ما تحاول تفتعل المشاكل لانها رح تخرب عليك وخاصة في العلاقة العاطفية وكأنه عم بيحكي لك الطرف التاني راجع راجع فما تعمل امور او تحكي عليه بطريقة سيئة تحفظ خط الرجعة وتكون اللي هي شوي هادي ما تحكي لحدا او بسوء عن الطرف الاخر لانه وقت ما يرجع رح يحاسبك اذا انت غلطت فيه بالبعد اذا هذا كل شيء بيّن عنا لبرج